في خضم تأزم قواعد الاشتباك في السماء السورية تختلط الأهداف وتخطئ الصواريخ وجهتها فيقتل من يقتل بنيران صديقة الطائرة الروسية التي أسقطتها دفاعات نظام الأسد الجوية مخلفة 15 قتيلا روسيا عن طريق الخطأ كما صرح كل الطرفين خلقت أزمة بين الفرقاء الدوليين وذلك عندما أغارت طائرات صهيونية على مواقع تابعة لنظام الأسد في ريف اللاذقية فرد الأخير بنيران أصابت طائرة روسية بالقرب من مطارح ميمين الروس لم ينكروا مصدر النيران لكنهم اعتبروا ذلك خطأا محملين الكائن الصهيونية المسؤولية عن حدوثه واتهموه بخلق جو خطير أدى لوقوع الحادثة ويؤكد الروس نظريتهم بتأخير الكائن الصهيوني في إبلاغهم بموعد الهجوم إلا بلحظات قليلة سبقت القيام به ما أدى إلى حدوث ارتباك في قواعد الاشتباك المتفق عليها بين الروس والأطراف الدولية اللاعبة في الميدان السوري واشنطن نأت بنفسها عن الحادثة كليا واعتبرت ما حصل خطأا تتحمل مسئوليته دمشق وموسكو نافية في الوقت نفسه علمها المسبق بالهجوم الذي شنه الكائن الصهيوني ضد مواقع تابعة لنظام الأسد إبان سقوط الطائرة الروسية تداعية الحادثة لم تكن ناتجة عن حجمها بقدر تزامنها مع اتفاق روسي تركي بخصوص محافظة إدلب ولأجل ذلك سارع المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بالقول إن حادثة إسقاط الطائرة الروسية قبالة السواحل السورية لن يؤثر على اتفاق الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان المتعلق بمحافظة إدلب في سوريا مؤكدا أن موسكو وأنقرة ستواصلان العمل بخصوص المنطقة المنزوعة السلاح بين مناطق نظام الأسد والمعارضة في إدلب ولعل في هذا التصريح رسالة كافية أراد الروس إيصالها لكل الأطراف التي تريد تعقيد المشهد من خلال مؤامرة إسقاط الطائرة كما تصف موسكو